كان هيحرق بيتهم هو طفل بسبب حبه للكيميا واسمه الحقيقي شوئي محطات في حياة العالم الكبير أحمد زويل العالم المصري النابغة وفخر مصر الحقيقي أهم علماء الكيمياء في زمنه والحاصل على جائزة نوبل للعلوم سنة 1999 الدكتور أحمد زويل أهم علماء مصر في العصر الحديث اتولد في مدينة ضمنهور بالبهيرة سنة 1946 لأب كان شغال في صناعة تجميع الدرجات وطلق تعليمه الأولي بمدينة دسوق بكفر الشيخ وأحب الكراءة في العلم وكان بيرفض الدروس الخصوصية واعتاد في العجازة الصيفية أنه يذاكر مناهج السنة المقبلة بحيث ينتهي منها قبل بداية العام الجديد أحمد زويل ليه اسم تاني وهو شوئي والاسم ده وراه قصة ملخصها أن والديه ظلوا لمدة خمس سنين محرومين من الأطفال ولما خلفوا أحمد كانوا عاوزين يسموه شوئي نسبة إلى شؤهم الكبير إليه لكنهم استقروا في الآخر أنهم يسموه أحمد ويندوه باسم شوئي وفضل الموضوع ده مستمر مع زويل لحد ما دخل الجامعة حصل زويل على بكالريوس العلوم من جامعة اسكندرية واشتغل معيد بالكلية وبعدها حصل على درجة الماجستير في بحث في علوم الدوق واشتغل متدرب في شركة شيل بجانب دراسته بعد كده سافر لأمريكا للحصول على شهادة من جامعة بنسلفانيا في علوم الليزر بمنحة علمية حصل عليها بصعوبة شديدة جداً بعد مقدارة الجامعة رفضت صفره للخارج قبل ما يخدم الجامعة سنتين كاملتين في درجة الماجستير لكنه قدر يتغلب على العقبة دي بالحصول على توقيع استثنائي من رئيس جامعة اسكندرية في الوقت ده الدكتور عبد الرحمن صار في أمريكا انتقل زويل إلى جامعة كاليفورنيا وانضم الفريق الأبحاث فيها وتعين أستاذ مساعد في الكيميا الفيزيائية بنفس الجامعة سنة 76 ثم تعين أول أستاذ للكيميا بمعهد ليونس باولينج وحصل على جيزة الملك فيصل سنة 1989 وبعدها بعشر سنين بس تم اختياره للفوز بجائزة نوبل للعلوم في الكيميا عن اكتشافه لتقنية الفيمتو ثانية وقرموا بعدها الرئيس مبارك ومنحوا قلادة النيل أعلى وسام في جمهورية مصر العربية الدكتور زويل كان لي شهادة كبيرة لصالح التعليم المصري وقال انه كان أفضل بكتير في فترة الخمسينيات والستينيات وقال انه تعلم في مصر بمدرسة حكومية كانت بتمنحه العديد من الخبرات إلى جانب الدراسة من خلال رحلات وممارسة الهويات وقال ان فترة الرئيس جمال عبد الناصر ورغم عداء الغرب ليه لكنها خلته يقدم تعليم جيد جداً ويمنح للشعب الأمل من خلال التعليم وكان عندنا السد العالي ومفاعل إنشاص وغيره من المصانع والإنجازات الكبيرة اللي خلتنا نعيش في مصر مزدهرة ماشية على طريق التنمية ورغم انه سافر في نهاية الستينات إلا ان كل اللي عاشوا في مصر خلى عنده حب وفطري لوطنه وكمان قال أنا استفدت من مصر مش بس التعليم ولكن الأسرة اللي اجت معاها أبويا وأمي وفي أسرة المدينة الجامعية كمان والأصدقاء وزميلي في الجامعة ومنقشات الحياة والثقافة في أطرد منهور اسكندرية اللي كنت بركبه كل يوم عشا دروح الجامعة وقتها كان عندنا حلم قومي لما يكون عندك إرادة المشروع قومي وشعب مقتنع بيك تقدر تبني أهرامات جديدة من شدة حبه وتعلقه بالكيميا زويل عمل لنفسه عشة صغيرة فوق سطح بيتهم وهو طفل عشان يجري فيها اختبارات ويستكشف فيها مواد كيميائية وتفاعلات كيميائية جديدة وفي مرة وخلال إجراءه التجربة كان هيحرق البيت كله خلال محاولته استكشاف تفاعلات جديدة له لسات الربنا وتدخل الجيران في وقت المناسب نشر الدكتور أحمد زويل أكتر من 350 بحث علمي في معظم مجالات العلمية العالمية المتخصصة وورد اسمه في قائمة الشرف في أمريكا اللي بتضم أهم الشخصيات اللي سهمت في النهضة الأمريكية واسمه جي رقم 9 من بين 29 شخصية بارزة باعتباره أهم علماء الليزر في الولايات المتحدة وقائمة دي كان فيها أينشتاين وجراهام بيل مخترع التليفون أصيب الدكتور زويل بمرض السرطان مع بداية الألفية الثالثة وفضل يعاني منه لغاية وفاته في 2 أغسطس سنة 2016 وعوصى بدفنه في مصر فأحضرت الدولة المصرية جسمانه وشيع في جنازة عسكرية حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة ومن الكلمات اللي كان بيحب يرددها دائما زويل إن الغرب ليسوا عباقرة ونحن أغبياء هم فقط يدعمون الفاشل حتى ينجح ونحن نحارب الناجح حتى يفشل والمرء دائما حيث يضع نفسه حب العقل أقوى وأعمق وأبقى من حب القلب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة